السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتابة الرسائل لأوراض مختلفة سوف نرى صفحة 161 وسوف نرى نماذج كثيرة في الرسائل بذاتنا نماذج إذا نبدأ بالموضوع الأول أكتب رسالة إلى أخي أكتب رسالة إلى أخي أهنئه بما فيها بمناسبة حصولي على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان هذا نماذج أول مهم بسبب التاريخ والإسم شي بدلو نعطيكم التعابير للداخل ونعطيكم نماذج مختلفة ونتم بدلو العناصر لكتب الدليمن كالتحية والسلام إلى أخي العزيز أتقدم إليك بأحر التهاني وتبريكات بمناسبة حصولك على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان فقد كانت هذه الدرجة العلمية التي تستحقها بجدارة وتفاني وجهد كبير أنت فخر للعائلة ومجتمعنا بأكمله نتستمنى لك هذه الشهادة العلمية المرموقة مزيدا النجاح والتعلق في حياتك العلمية والمهنية مرة أخرى ألف مبروك مع خالص الحب والتقدير وتكتب اسميتك ندير لنا مردج آخر عزيزي وتكتب اسمية التاريخ طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وتكتب المكان والتاريخ تلقيت بسعادة كبيرة خبر حصولك على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان وأتقدم إليك بأحر التهاني والتبريكات لا يمكن إنكار تحديات التي تواجه الطلاب والباحثين خلال رحلة التعلم العلمي الأكاديمي لكنك نجحت في تحقيق هذه الإنجازات هذا الإنجاز الرائع بفضل متابرتك وتفانيك أنت الآن حامل لأحد أهم الشواهد العلمية مما يدل على قدرتك العالي على تحمل المسؤوليات الكبرى وتحقيق الأهداف من الأعمى ألف مبروك وأتمنى لك مستقبلاً مشرقاً ومليئاً بالإنجازات العلمية مع تحياتي الحال إذن النموذج الثالث أتقدم إليك بأحر التهاني وأصلاق التبريكات بمناسبة حصولك على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان إنه فخر كبير لك ولعائلتنا أن تنال هذا الإنجاز العظيم والذي يعكس جهودك الكبيرة وإصرارك على التفاوض أتمنى لك التوفيق في مرحلتك المقبلة وأن تتمكن من تحقيق أهدافك المستقبلية وتطوير مهاراتك العلمية ومهار المهنية في هذا المجال الرائع إن هذا الإنجاز الذي حققته سيبقى محفوراً في ذاكرتك وفي ذاكرة عائلتك وسيمنحك الدافع اللازمة للمضي قدماً في مسارتك العلمية والمهنية أرجو أن تبقى دائماً متميزاً في كل ما تقوم به وأن تحتفظ بروح التفاوض والإصرار التي أدت إلى هذا الإنجاز الكبير وفي النهاية نتمنى لك دوام النجاح والتقدم في حياتك الشخصية والمهنية أخوك المحب الموضوع الثاني تلقيت ببالغ الحزن والأسى لبأ وفاة أحد أستدتي على إثم مراضي عضل لم ينفع مع علاج أوجه رسالة إلى ابنه معرباً له عن مشاعري تجاه الحادث الأليم وذاكراً خصاله وأخلاقاً هنا أخذ منهم لي أعجبك أخذ منهم لي أعجبك أخذ جوج ولا ثلاثة إذن تلقيت بحزن إلى السيد الكريم بسمه تلقيت بحزن بسبب الفوق أكتب المدينة والتاريخ لي أعجبك تلقيت بحزن شديد وصدمة كبيرة نبأ وفاة والدكم والكريم الذي كان معلمي العزيز والموتوق به وليس أعني إلا أن أعرب لكم عن تعازي ومواساتي في هذا الحادث الأليم كان والدك الكريم من أفضل المدرسين الذين عرفتهم طوال حياة مهنية وكان له دور كبير في بناء مصاري المهني والأكاديم وأنا ممتن له دائماً على الجهود الكبيرة التي بذلها لتوجيه وتعليمه لقد كان والدكم الكريم شخصية ناجحة مثالية في حياته المهنية ولكن كان أيضاً شخصية رائعة في حياته الشخصية كان شخصاً محباً ودوداً وكان له أخلاق حميدة طيبة ناذرة كان دائماً يسعى لمساعدة الآخرين وكان يتمتع بشخصية جذابة وحضور ملهم أتمنى لكم ولأفراد أسرتكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوانة في هذا الوقت العصيب وأرجو من الله العلي القدير أن يرحم والدكم الكريم وأن يجعل مثواه الجن مع خالص عازي ومواساتي وأخوك عبدالقاضة النمج الآخر إلى السيد اسم المتوفى ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة أستاذ الفاضي والمحترم والذي ترك بصمته الواضحة في حياة العلمية والشخصية أعتذر منكم على هذا المصاب الجلل الذي أصابكم وصلوا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته لا يمكن وصف ما حل بي من حزن وأسى لفقد أستاذ الغالي الذي كان يعتبر لموذجاً رائعاً في الأخلاق والعلم فكان ملهماً لنا جميعاً بالمتابرة والتفاني في العمل وجدها وكانت لديه صفات كثيرة تستحق التناء والإشادة فكان متواضعاً خلوقاً وكان يحب الناس ويحرص على مساعدتهم كان دائماً يشجع الطلاب ويحثهم على التفوق والتمييز في دراستهم أعلمكم على أعتقد أن كلماتي لا تفي حقكم وأحق أستاذ الفاضل ولكنني أردت فقط أن أبعث إليكم بخالص التعازي والمواساة وأن تعلموا أني معكم في هذا المصاب الجلل سأدعو الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتقبله في عداد الشهداء والصالحين وأن يلهمكم وكافة أفراد الأسر العائلته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون مع خالص التعازي وتكتب اسميتك وصلوا وسلموا على أرحب